اهلا بيكو مشاهدي بارتماج الطبيب وفقرتنا دلوقتي مخصصة لمرضى سمنة الموضعية طبعا زي ما احنا عارفين ان مريض سمنة الموضعية مش بيعاني من زيادة وزن لكن بيعاني من تجمع الدهون في مناطق معينة سواء الارضاف، البطن، الزراعين أو في مناطق تانية احنا دلوقتي هنتعرف عن سمنة الموضعية وكل مشاكلها وحلولها معدفنا الدكتور محمد الفولي، الدكتور مناظير وجراحات السمنة والسكر ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والثادي عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ومنظر البطن مدرس واستشاري جراحات السمنة والمناظير بكلية التب جامعة عين شمس اهلا بيك يا دكتور اهلا بيكو اهلا بيكو في البداية دكتور نحب نعرف بس ازي نتخلص من الدهون المتجمع في مناطق معينة طبعا بتسبب ازا نفسي والطراب للمريض طبعا بص هي السمنة الموضعية من المشاكل اللي هي احنا في مصر بنعاني منها بشكل كبير قوي نتيجة برضو انتشار زهارة الفاست فود ان احنا مش بنمارس رياضة السمنة الموضعية مشكلتها دايما انه ممكن بقى الشخص نفسه جسمه لحد ما كويس ووجده مش كبير قوي بس عنده مناطق معينة في جسمه هي المليانة دهون بايزة خالص دايما بنشوف منطقة الحزام البطن او البليفات اللي هي المنطقة اللي هي من تحت السرع تمام اللي هي زي ما بقوله كده منطقة العوامر اللي كنا بنلبس فيها العوامر زمان هي دي اكتر منطقة يمكن اغلب الناس بتعاني منها طبعا بيبقى فيها سمنة موضعية ومهما بيروح الجن مهما بيمارس رياضة ما بيعرفش منطقة البطن بالنسبة لسهات خصوصا بعد الولادة وبعد الجواز البطن طبعا حجمها بيربر بيبقى فيها نسبة تراهل عالية فبتعمل مشكلة اكتر برضو في السيدات كتير قوي عندك برضو مشاكل نص التحتاني يعني مناطق زي مثلا الارضاف الفردين في بعض السيدات بتبقى فيها مشكلة وبردو اصبح في بعض رجالة برضو ممكن تلاقي نفس المشكلة مشكلة تسدي ان بعض رجالة ممكن تلاقي عند السدر عنده بقى كبير شوية نتيجة طبعا الفراخ اللي فيها نسبة هرمونات عالية الفاستفود الحاجات دي كلها فكل دي مشاكل سمن وضعية الفكرة كلها ان احنا الناس دايما لازم تفكر هو ايه الحل الامثل بالنسبة لها دايما نفكر ان احنا افضل حل في القصة دي هو ان احنا نشفط الدهون لو انا جربت ان انا اخد انظمة غزائية جربت ان اروح لجيم ولا ايش نتيجة مفيش ايديا ان انا ادخل بقى تحت ايه الرحلة الاجهزة اللي هي غير مصارح بها او غير معترف بها اجهزة تخصيص الموضوعية الحاجات دي كلها لان دايما قبل ما اخد الخطو بتاعت الاجهزة دي اسأل المجارب زي ما بيقوله تمام دايما الحل اللي بيقضي فينا لمشكلة السمنة الموضعية هي شفط الدهون ونحط القوان يعني شفط الدهون بيكون لازم في حلات السمنة الموضعية فقط بالزبط شفط الدهون احنا الفكرة كلها ايه خلات دهنية اللي تكونت وكترت دي هنعمل ايه هندخل باستخدام كنة اللي بسيطة قوي صغيرة تمام اكسر كل الخلات الدهنية دي ارجع اشفط الخلات الدهنية للكسر الدية وطلعها بقى الجسم وبقى البلسكروسية بعدها عشان يخلي الجلد يلزق على العضلات ويبقى هنا انا عليكت المشكلة حل جزر وانهائي نتكلم على حسب كمية دولها اتشوفت مثلا كوقات عملية من نص ساعة لساعة وبنجوح في نفس اليوم طيب يا دكتور في حالة شفط الدهون كل عملية شفط الدهون بيتمي بعدها شد للجلد في المنطقة دي بص ده هنا بقى بيجي بنصريم بنكلم عن تكنولوجي جديدة اللي هي الفيزر الميزة في الفيزر ان احنا بعد ما نخلص شفط الدهون بنقدر ان احنا ندخل بصريم الفيزر نشد الجلد كله عشان نبتدي نحفز الكولوجين اللي موجود في الجلد نفسه حيث ان هو يبتدي ان هو يرجع لطبيعته يرجع تشدتين بس الفكرة كلها احنا على حسب او انا عندي درجة تراهل ازاي يعني لو انا عندي السنة عندي او السنة الموضية مش كبيرة او الجلد عندي مش اللي هو مجدود اوي ومفيش فيه علامات تمدد انا متوقع انا جلد يرجع لطبيعته يبقى مجدوده كويس طب لو انا بقى عندي درجة تراهل عنيفة زيما بعض السياد مثلا بيحصل بعد الولادة المتكررة والوزن الكبير قوي ده ببقى اتوقع ان يحصل فيه تراهل هنا بقى بنوزن على حسب الحالة نشوف والله هل لو هي درجة تراهل بسيطة انا قدر اشدها بالفيزر لو هي تراهل عنده كبيرة يبقى انا ساعتها محتاج ان انا اعمل شد جراحي من خلال فتحات صغير يعني من خلال جراح دايما في مكان هدن مستخبي وبنحط دلوقتي النهاردة التطور بقى الجديد انها بنحط كريمات تجميل كريمات دي بتعمل ايه بتخلي اثر الفتحات او جروح دي ما يبانش خالص فهم اصدق ايه بنحطها بصورة منتظمة وان شاء الله ما بنحسش ان احنا عملنا اي حاجة خالص ان شاء الله طيب يا دكتور في عملية شد البطن تمام ممكن تداري مثلا مشكلة زي الفتء السوري او اي دفعو بي موجود في الجزء بصي الموضوع الفتء السوري برضو هتلاقي فيه كتير او بعد الولادة مع حول منطقة السوري كده فيه حاجة مش مزبوطة فيه حاجة طالع البقى او شكل السوري مش مزبوط ده هنا بيبقى دايما ممكن يحصل مع الولادة الفتء السوري او حتى لو مش مالوش حلقة بولادة نتيجة ده احنا عشالنا حاجاتي ايه او حاجة ده برضو موجود هنا ميزة ان احنا مع شد البطن بنصلح لفتء ده ونجمل شكل البطن وننحطها كلها بالكامل بحيث ترجع زي ما كانت بنت او لو بطن ورجل ترجع بصورة الطبيعية زي ما كان شاب شكلها جميل ومنحوطة والكيرفات بتاعتها موجودة والسكس بكس موجودة وكل حاجة ان شاء الله تبقى تمام وشكل البطن يبقى حل تمام طيب يا دكتور الدهون اللي بتتشوف دي هل ممكن زرعها في اماكن تانية في الجسم؟ يعني فيه ناس بتحتاجها مثلا الحدود او سمانة سادية اليد نفسها ممكن اليدين فهم اصلي دي بردو ميزة اللي هي ان احنا الدهون اللي احنا شفتناها دي نقدر نزرعها في اي اماكن تانية محتاجنا زي مثلا احنا نكبر بيها الخدود ودي هنا بتدي نتيجة كمان احسن من الفيلر بس محتاجها اترافية بص هنا مثلا دي صورة التسدي مشكلة تتسدي الشاب ده جسمه كويس جدا زي ما نشاهد سكس بكس اصلا عنده موجودة ده بيروح لجيم بس بصورة مستمرة مشكلة كلها كانت في موضوعات السدر مهما يروح ويلعب زي ما انت شايف الى حالة ما طالع البرجة السدر بتاع كبير شويس عملنا ايه دخلنا من خلال فتحة مستخبية خالص حالاني حالة ما انت بص صورته بعد انت مش دارية تلاحظ ان في اي جرحة او حاجة مش واضحة لا ما فيش اصر الجروح بالزبط بدخل اكسر خلال دهنية واشفوتها طالعها برجة لقينا بقى عنده كمان الغدة نفسها متضخمة لتحت الحالة فدخلنا من فتحة الصورة دي شيئنا لغدة المتضخمة وقفناها تجميل وزي ما انت شايف النهاردة بص عضلاته بقت مرسومة كلها بالكامل اللي عضلت بتاع تصدر مرسومة البلج او الامتلاء اللي كان موجود قبل الشفت ما عادش موجود خالص وبدأ هو نفسه احسن وبدأ يوصل للشكل اللي هو كان نفسه فيه طيب يا دكتور عايزين هتكلمنا بقى شوية عن طيب مالشو الصورة دي كمان طيب احنا عندنا هنا فيه صورة تانية برضو ده كان هنا برضو صدر وبط الكلام ده انا عايز اقولك ان الصورة دي في خلال بعد اسبوع مباشرة بعد مقالع كورسيك او في اول متابعة في العيادة بص الصدر نفسه كمية دهن كبيرة البطن كمية دهن كبيرة اتشفتت خلاص كل ده فهاش لسه بيبقى فيه شوية برضو ده نسبة طوارم بسيطة بالنسبة طوارم دي بطيقل بعد الثلاث أسابيع يعني دايما المريض اللي هامل شفت الدهون لازم يبقى عارف ان هو شفت الدهون احنا بنقص خلي الدهون هاي بنشفتها ليه بنلبس كورسيك او مشد عشان يخلي الجلد يضي على عضلات وقال لي طوارم ده ان هو يحصل طوارم ده بياخد وقته وبيراه وخلاص بطيق الشكل بالنهائي بين وبالنسبة للصورة دي هنا برضو بالنسبة للصورة دي هنا ده كان حالة كانت خسط نسبة كبيرة من وزنها وزي ما انت شايفة نتيجة ان خسط الدهون اللي في الدهون فضيت فبدا يبقى فيه تراهل النهاردة لو انا بعمل عايزة علاج المشكلة دي لو انا بس شلت الجلد الزيادة ده انا هنا برضو ده مش صحيح احنا هنا عملنا ايه عملنا شفت للدهون شفتنا الدهون كله عشان يتسويه كله من جديد تاني وبعد ما خلاص شفت الدهون شافت الجلد الزيادة اللي حمالينه بالازرع ده كل ده شناه طبعا في خروفة عملية عشان يبقى الدنيا معقامة ونقدر ان احنا نشتغل براحتنا وبصورة امنة واشوف احنا عملنا جرح ازاي في حاجة هيدن مستخبي بس ده تدخل جراحي مش بجراحي احنا هنا ده شد اه ده عملنا شد جراحي اعملنا شفت وشد للزراعين زي ما انت شايفة الجرح مستخبي خالص لا يمكن اي حد هيشوفه لان انا العادي وانا واقف انا حاطت ايدي جنبي محدش هيشوفني محدش يشوف جراحي زي ده غير اللي هو داخل بقى اتا احتبطي عشان يشوفه ودي طبعا مش هيحصل هي ده فكرة ان احنا ازاي نختار اماكن الجروح بطريقة احترافية عشان اصدارها ما يبانش خالص وفي نفس الوقت اوصل للشكل المثالي انا هنا لو انا هشادت بالفيزر هيبقى فيه نسبة اتراهه هتقل شوية بس هتفضل موجودة عشان اوصل للشكل ده بصورة مثالية بقى انا محتاجة اعمل شد الجراح سيطع المريضة بنحط لها طبعا بنقول لها تحط الكريمات تحت التجميل بحيث اثر الجراحة ما يبانش خالص ان شاء الله طب يا دكتور جهاز الفيزر بقى بينفع لكل المرضى ولا ليه مثلا مرضى معينين مريض السكر الصغار السين مثلا بصي هو الجهاز بصي هو الجهاز ليه يعني لازم بقى فاهمين الفيزر مش هو اللي هيعمل كل حاجة الفيزر هو ليه دور مساعد طبعا لان الاجهزة مهما كانت تدخلاتها او تعملاتها مع الجسم البسيطة اللي بيفرق يعني الفيزر يدوره ايه يدوره حاجتين ان هو انا بعد ما اول خطوة زي ما قلتك احنا ادخل بكانونات رفايا او وسط الخلايا الدهنية دي ونحن بنج الموضوع وبنحن حاجة اسمها ادرانيلا عشان خلال الشرط ده ماذا انقابض ونقص خلايا الدهنية دي خالص طبعا بعد ما خلصنا ممكن يصير من الفيزر ان احنا نسيح الخلايا الدهنية دي فندوبها فتبقى عاملة زي الميا بس طبعا لو احنا هنحتاج نحقن الدهون في اماكن تانية من فاش نصير من الفيزر هنا لان انا محتاج الخلايا تفضل زي ما هي خلايا موجودة فهم اصدق ايه طبعا بعد كده دخلنا شفتنا الدهون وطلعنا بيها بره دخلت بقى بالفيزر شديد الجلد طلعت بعد ما خلصت ولكن انا عملت حاجة اللبستي كورسي هقعد بيه لمدة شهر لا لا بس لو انا هاخد شور او حاجة اكون خلاص وصلت اللي انا عايزه انا بطلع مقاسي اقل نمرتين لو انا بالبس دبل اكس بقى خلاص لارج فطبعا الدنيا تبقى مختلفة تماما بعد شفت الدهون للاسف خلصت فقريتنا معاك النهاردة يا دكتور ومستنينك ان شاء الله نستكمل حوار الدهون الموضعية خلاص ان شاء الله بشكركم مشاهدينا على فقريتكم معنا النهاردة وكان معنا دكتور محمد الفولي دكتورة مناظر وجراحات السمنة والسكر ماجستير جراحات الجهاز الهضمي والتادي عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ومنزار البط مدرس واستشاري جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جمعة عين شمس بشكركم وإلى اللقاء شكرا